اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان الدعم السخية من قبل جلالة الملك المفدى للصيادين البحرينيين الذين تعرضوا الى ضرر فادح وقطع للارزاق والحبس ومصادرة قواربهم من قبل الجهات القطرية يعتبر لفتة انسانية وابوية من قائد حكيم وحريص على الحياة الكريمة والمعيشية والمعيشة الامية لجميع المواطنين واشار معالي الى ان جلالة الملك المفدى يولي الاهتمام الكبير والمتابعة المستمرة لاحوال المواطنين وجبل على العطاء بسخاء وكرم مشهود واكدا ان تقديم الدعم والمساندة للصيادين البحرينيين جاء في وقت هم اكثر حاجة الى تأمين معيشتهم واسرهم وتعويض الخسار التي تعرضوا لها طيلة الفترة الماضية كما ثمن معالي رئيس مجلس الشورى الامر الصادر عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة قيمة المساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقية الضمان الاجتماعي ومستحقين مخصصات الاعاقة في شهر رمضان المبارك وذلك حرصا على تخفيف العباء المعاشية عن الاسر محدودة الدخل في ظل متطلبات شهر رمضان المبارك